السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ناس ليمان من قناة اكلت بيتي هنعمل النهاردة المايونيز طبعا المايونيز ما تقدريش يستغني عنه لا في مطبخك ولا في تلكتك بتستخدميه في حاجات كتير قوي سواء في المعجنات طبعا انت عارفة ان معلقة المايونيز لما بتحطيها في اي معجنات بيفرق معاكي الطعم وكمان بيفرق معاكي ملمس العجين خاصة في البيتزا تستخدمي معلقة المايونيز مع البيتزا بتخلي العجينة طرية جدا ده غير كمان استخدام المايونيز مع المشاوي وكمان الاستخدام الاكتر مع البطاطس بطاطس يعني مايونيز وكاتشا بتروحي تشتري برطمان المايونيز طبعا سعره الى حد ما برضو عالي مش رخيص وصاد ان انت ممكن تعملي من مكونات موجودة عندك في التلاجة كمية مايونيز حلوة قوي تكفي استخدامات كتير حنشوف مع بعض النهاردة طريقة عمل المايونيز من مكونات بسيطة وكمان مش هستخدم فيها اي بيض المكونات مفهش بيض البعض مننا مش بيحب طعم البيض في المايونيز شوفي معايا الفيديو وان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة حيعجبك بس يلا قبل ما ابدأ واشتغل يلا اشترك في القناة فعالي الجرس واعملي لايك وكمان ما تنسيش تعملي شير مع اصحابك ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله المكونات معايا نص كوباية لبن واللبن لازم يكون طالع من التلاجة يعني يكون بارد جدا وكمان معايا لمونة عايز عصير لمون حوالي لمونة كده تعصريها ومعايا نص كوباية زيت وكمان معايا معلقة مستردة وقطعتين جبنة هنبدأ نشتغل لو عايزة كمية ضعف الكمية اللي انا هعملها جيد طبعا بتعملي ضعف المكونات بنزل باللبن في الخلاط او في الكبة بتاعتك وبحط كمان الجبنة قطعتين الجبنة المسلسات والمستردة وعصير اللمون وهبدأ اشغل الكبة بتاعتي كده في خطوة مهمة جدا بالنسبة للزيت ضروري الزيت ينزل بالتدريج يعني ما تنزليش كمية الزيت اللي عندك مرة واحدة بالتدريج تنزلي وهو شغال وتوقفي يعني شوية وتوقفي مهمة جدا الخطوتين دول الزيت بالتدريج وما تشغليش الخلاط او الكبة بتاعتك على طول لازم توقفي شوية توقفي شوية علشان يديكي التقل بتاع المايونيز طبعا انت شايفة معايا كده خلاصة الكمية اللون والقوام ما شاء الله وكمان ريحته حلو قوي خالي من البيض يعني مش هتحس الطعم البيض في المايونيز البيتي لان كتير بيحطوا في المايونيز بتاع البيت آآ بيض لكن انا بحبوا من غير البيض تقدر يبقى تستخدميه زي ما قلتلك في حاجات كتيرة جدا على صفرتك وفي مطبخك ان شاء الله القوام عندي حلو قوي وكمان كان عندي برتمان بتاع مايونيز حطيت فيه ده ملحوظة تستخدميه خلال اسبوع مش هيقعد فترة اكتر من كده عندك في التلاجة عشان طعمه ما يتغيرش وبكده تكوني عملت كمية حلوة من المايونيز بمكونات بسيطة يارب يكون الفيديو عجبك لو عجبك الفيديو يلا اشترك في القناة فعلي الجرس وعمل يلايك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر